كلمنا عن علامية إذاعة القرآن الكريم هل انتشرت أيضا هذه الفكرة بقدر انتشار الإذاعة أو أن الإذاعة نفسها لها يعني نسخ أخرى في بلدان إسلامية هذا البرنامج النقل لأكثر من إذاعة أول إذاعة يعني أو محط التلفزيون لأول إذاعة نقلت هذا البرنامج كان المرحقية العمانية كان الأستاذ خبيس المسافر رح تقابلته بطلب طبعا منه قال إحنا عايزين مصحف المعلم نعمل يعني حاجة لي لسلطنة رومان فقلت له أفضل حاجة يتنقل يتنقل تبادل إعلامي واللي بعثتني لي طبعا وقتها رئيس الشامكة بسد محمد علي الشيناول لأنه ما كس عندنا خمس سنوات وإحنا عنجزناه في أربع سنوات على فكرة خيف بعد كده إذاعة السودان بعد كده السعودية طبقته في إذاعة نداء الإسلام إذاعة نداء إسلام وقتل في الأيام الجميلة وطلوحه تيجي لما رحت إذاعة عرفات سنة 2000 كان أستاذ غريم السقعوب هذا سعودي كمدير إذاعة القرنة الكديمة في مكة المكرمة فقال للفكرة دي قلت لفكرة دي بتاعتي إذاعة مصر هم طبقوها بس طبقوها عشان نبقى واضحين بصورة أعمق لأنه طبقوا فيها القراءات كلها بس مش كبرنامج كان بيعملوا برنامج مسابقات يعني برنامج مسابقات يجيبوا الأولاد يختبروهم في القراءات وأنا ما كنت في الجيش في البحر الأحمر فأنا كنت باستمع البرنامج ده لما كنت في الجيش في البحر الأحمر وحريص على التوقيت بذات وأبصد هم بيعملوا ازاي يعني أنا أصدق أقول أن الإعلام المصري يعني إحنا ما بنقول الرياضة الإعلامية على فكرة الكلمة دي ليست هباء لا إذا كل زميننا رحمة الله عليهم هم اللي أسسوا إزعاد القرن كريم في منطقة الخريج 2017 أنا مسئلة الإزاعة في الإسسكو في المغرب في مؤتمر بيتعمل سنويا تحت عنوان اجتماع مسئولي إزعاد القرن كريم على مستوى العالم فوقتها الأستاذ نادية مبروكس إزاعة طلبت مني بحث أقدمه في المؤتمر وكنا وقتها بنقدم أبحاث ونتناقش فأنا عملت بحث عن دور إزاعة القرن كريم في نشر ثقافة التسامح ومناهضة الغلو والعنف والتطرق فمن حسن العظ كان أيامها أمين عام بمزلط الإزاعات الإسلامية ساني مولدبوك موريتاني هذا البحث هو طلع خالق جايزة مزبوك كده فكان أيامها مسئولي إزسكو موجود معانا فلما ألقى الكلمة وأنا قلت إزاع القرن كريم من أقدر الإزاعات ومولى الإزاعات واللي أسس الإزاعات القرن كريم في دولة كذا فلان حفظينهم بالاسم يعني في يومها عملت معاني قائزة على الهواء يعني فبقى مصودية مصر اللي إحنا إيه بنقول عليها الثقافة والتلوير والحضارة والقوان نعمة ترجمة نانسي قنقر